أيضا الحقيقة أنه المتحدة قدمت عرضة فيلم وثائقي من إنتاجها حول أسرار حرب أكتوبر واسمه وثائق الناصر الحقيقة من أول فعلا الفيلم حلو جدا من أول وفيه مجهود ومختلف وبيستهدف جمهور لا يعرف كثيرا عن حرب أكتوبر ونتمنى أن الشباب كلهم يتفرجوا عليه في أول مشاهدات 2 مليون مشاهدة على الإنترنت كل الفيلم التسجيلي يستند على شهادات القادة الإسرائيليين منهم موشي ديان اللي كان وزير للدفاع الإسرائيلي اللي قال إذا كنت مضطرن أوقان وقدم توصية أمام الحكومة للاختيار بين قبول الإملاء المصري بالانسحاب أو قبول فتح النيران المصرية اللي اقترحته فتح النيران المصرية والحقيقة أنه أيضا في شهادة أبا إيبان في شهادة قائد كتيبة المظلات الإسرائيلي وتصريحات ده طبعا قائد كتيبة المظلات اللي دخلت عند المزرعة الصينية اللي كنا تكلمنا عليها اللي كنا تكلمنا عليها في وفاة المشير طنطاوي والكتيبة 16 أيضا فيها تصريحات للرحل الرئيس محمد أنور السادات حين قال أنني لست مستعدا للإستسلام أو التنازل عن سنتيمتر واحد أو حبة رمل من أرضنا واستغاثة لجندي إسرائيلي يقول الرصاص يتطير علينا في كل مكان أنا حتى لا أستطيع أن أرفع رأسي أرسله المساعدة الآن أتمنى من كل المشاهدين أنهم يتفرجوا على هذا الفيلم لأنه يعني أعتقد أكيد هيبقى موجودة على واطشت لأنه الفيلم الحقيقة وموجود على اليوتيوب طبعا موجود على اليوتيوب وعلى كل السوشيال ميديا وثائق النصر فيلم مهم تفرجوا عليه لمن لا يعرف كثيرا عن حرب أكتوبر ولمن يعرف أيضا عن حرب أكتوبر هذه الشهادات ربما لم نشاهدها من قبل وإذا شاهدناها فالذكرى تنفع كثيرا والذكرى مهمة خاصة حين تتعلق بتاريخنا المصري وحين تتعلق بتاريخ القوات المسلحة المصرية وبحرب أكتوبر فيلم متميز جدا بنشكر المتحدة عليه